اهلا بيكم ونهاردة موضوع من مواضيع خاصة جديدة ومهمة جدا لكل أسرة جاتلنا شكاوجة كتير جدا من أولاء أمور بتقولي أن أولادهم عندهم 6 سنوات و 7 سنين وعندهم تباول لا إرادة المشكلة دي جاتلنا كتير جدا ومش بس من سن 6 سنين و 7 سنين ممكن يكون السن أكبر من كده كمان يا ترى المشكلة دي لها حل ولا لا تعالوا مع بعض نشوف عشان نحل مشكلة التباول لا إرادة لازم نعرف يعني إيه هو وإزاي وإمتى الطفل بيبتدي أن هو يثبت حمامه من سن قدية التباول لا إرادة معناه أن الطفل عنده عدم قدرة أن هو يفضل أو يثبت حمامه بالليل فيهم هكت كتير بتكون عايزة تعرف الوقت المناسب اللي تقدر من خلاله تحدد أو تطبط حمام أولادها أطفال كتير من سن 3 سنين بيتبتون هما يثبتوا حمامهم بالليل وهم ميمي بس طبعا في فرق فردية كتير جدا من كل أطفال في أطفال بتقدر تطبط حمامها في الوقت ده وده بالنسبة لهم حاجة عادية أو حاجة طبيعية أن هما يعملوها مش لازم كل أطفال يعملوها في السن ده لكن لما يكون الأمر يوصل لحد 6 سنين ولسه الولد بيتباوى اللا إرادي ليلا بشكل مستمر يبقى هنا مشكلة تعالوا مع بعض نشوف المشكلة دي أسبابها إيه وعلاجها إزاي مشاكل التباوى اللا إرادي دي أسباب كتير أولهم أسباب في السيولوجية أو بنسميها أسباب عضوية يعني حاجة بتخص الجسم نفسه بتاع الإنسان أو الطفل زي مثلا بيكون المسانة عنده أصغر من الحاجم الطبيعي بيكون عنده مثلا التهابات شديدة بيكون عنده ممساك مزمن كل الحاجات دي بتؤدي أن الطفل يحصل له تباوى اللا إرادي في أسباب تانية ممكن برضو تؤدي لنفس المشكلة اللي هي بنقول عليها أسباب ورصية يعني ممكن يكون الأب أو الأم وهما في نفس السن ده حصلت لهم نفس المشكلة برضو في أسباب تانية بنسميها أسباب نفسية ودي من أكبر وأهم الأسباب بالنسبة للأطفال يعني لو سلم القلم تكون لسا جابة بيبي جديد فالطفل بيغير فيبتد أن هو تحصل له انتكاسة تانية في التباوى اللا إرادي المعاملة والدية السهيئة ممكن برضو تؤدي لنفس الموضوع عدم الاستقرار بيؤدي لنفس الموضوع دي كلها أسباب بتؤدي لمشكلة التباوى اللا إرادي بالوقت عمنا شقين في موضوع التباوى اللا إرادي المشكلة الأولانية أو الشق الأولاني حاجة إحنا بنجربها في البيت عشان نقدر نعالج بيها أولادنا والحاجة التانية إذا إحنا عملنا كل الحاجات دي يبقى نوصل للشق التاني اللي هو الشق الطبي ونرجع للدكاترة تعالوا أول حاجة نعرف مع بعض إيه هي العلاج أو الطرق العلاجية اللي ينفع نجربها مع أولادنا في الأول عشان نقول إن إحنا كده مش نرجع لطبيب أول حاجة مطلوب مننا إن الأم أبني والطفل ينام بساعتين لازم يدخل التوالد ويفضل مساد مرة كمان هيدخل قبل ما ينام مباشرة الحاجة التالتة إن هيدخل التوالد هنصحي بعد ما ينام بالضبط بساعة أو يكون في رنج الساعة لأن المياة بتاعت الجسم كل الساعة بتتجمع في خلال المدة دي وفي حاجة مهمة جداً وإحنا بنضرب الطفل على النقطة دي لازم نعمل جنبه جرس فاكرين من نبه زماني بيقعد صحي للناس كلها هو ده إحنا هيا من صوت جنب الولد مزعج وأنا ده عايز أدخل للطوالد تاني علشان أنبه الجهاز العصبي عنه لأن المفروض أنا دلوقتي اللي بصحيه المفروض بعد مرة 2-3 أسبوع أسبوعين بالكتير الولد تلقائي أول من مسألة 8 يبتبين هو يحصل له الجهاز العصبي بتاعه يشتغل على طول فيقوم من نوم مفزوع عشان يدخل للطوالد في بعض الأكلات اللي ممكن أولادنا يستخدمها قبل النوم بساعتين وهي أصلاً بتكون بتعمل لهم كده زي إيه؟ زي مثلاً المواد اللي فيها مادة الكافين دي موجودة في مشروبات الغازية وموجودة في الشاي وكمان موجودة في الشكلة ولمواد اللي فيها سكريات عالية يبقى الحاجات دي كلها ممنوعة نحن نديها لأولادنا قبل ما يكمل أو قبل ما ينام بساعتين المام في الوقت المناسب ما يفعشن الولد يصحر فترات طويلة لأن بكده الولد لما ينام هيدخل يمام هيدخل يمام نوم عميق وبكده مش هيقدر يصحى أو مش هيقدر حفز المسانة بتاعته أو أنه يحفز الجهاز العصبي عشان يقوم يطل طوالد لوحد دي كلها الحاجات اللي احنا المفروض نعملها في البيت عشان تكون لابقايا لنعلم بيهم أولاد في عندنا نقوص خطر لازم نخلي بالنمين لونا دربت ابني من أسبوعين هنفترض نقول مساعد لحد شهر دربته على نفس الجدول وعملنا جدول في القوضة بتاعتنا وبقى كل مرة الولد يخش فيها لتوالد تبني احنا نعلم صح ونعلم غلط هون كافئ ونعمل حاجات زي كده كتير لو أفترض أننا الولد عملت معا العلاج ده كله وما جابش نتيجة وأنه كمان مش بس الولد بيعمل تباول لإراضي ليلة بس لأ ده الموضوع كمان بقى الصفحة لو أنا كده عند مشكلة كبيرة لازم يتوجه بيها الدكتور إيه المشكلة اللي ممكن تكون عند الطفل؟ إن الولد ممكن لما يخش أو إن هو وديه مثلا عند طبيب بيعمله طبعا طبيب مسالك بولية فبيعمله إشاعات فيه عندهم فقرات الظهر ممكن تكون عندهم مشكلة فيها لسه ما اكتملتش فالعلاج بالنسبة لنا بيكون بسيط بس لازم نحيل الموضوع ده بسرعة وفي أسرع وقت عشان ولد حالته نفسيا ما تدهوخ من الحاجات السيئة اللي بتعملها الأمم إن هي بتبالغ في عقاب الطفل إن هي تقول للناس كلها إن الولد بيعمل تولد على نفسه ده طبعا ما ينفعش إن هو يتقال لازم نحافظ على شعر الطفل ونحافظ على قرامته ونفهم من دي حاجة ما ينفعش حد يعرفها لحد ما نتعالج دي جرقة مهمة جدا نبقى أحنا لازم نحافظ على نفسية أولادنا نحافظ عليهم من الغيرة نحاول إن احنا نعامل أولادنا كلهم معاملة واحدة ما فيش حاجة اسمها أن ده طفل صغير وده طفل كبير لازم يسايد من كل أطفال وتكون المعاملة بيننا واحدة لازم يكون في إجباع عاطفي لكل الطفل في البيت وده كان موضوع حلقيتنا النهاردة وإن شاء الله انتظرونا في مواقع تانية جديدة في برنامج أنا وطفلي مع صباح رمضان اشتركوا في القناة